موسيقى سوني و مايكروسوفت اعلنوا عن توافر جهزة الجيل الجديد في نهاية 2020 ويكون من ضمن المميزات والنمساة التخزين للعب هتكون على SSD بدل HDD ده هيدي الأجهزة مميزات كتير جدا زي سرعة تشغيل الألعاب والشات تحميل أقل وتجربة ثالثة أكتر من أي وقت حاليا والحين إصدار أجهزة الجيل الجديد أجهزة بلاي ستيشن 4 و اكس بوكس 1 موجودة وفك وتغيير الهارد الداخلي للSSD مش بيكون حل عملي غير أنه مكلف بس هو ليه مش حل عملي الSSD المستخدم في الجيل الجديد من بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس سيريز اكس هيكون مختلف عن مداخل السياتة اللي احنا عارفان وده عشان يكون فيه استغلال النومي بيه وSSD زيها زي كروت الممري بتاعت زمان عشان تحط عليها الألعاب بتاعتك ايه ده تواحدة من الشركات اللي بتقدم SSD بمختلف المسحات والأسعار وبتقدم حلول عملية بسعر كويس ومسحات مختلفة وهي عبارة عن SSD بيشتغل عن طريق كابل USB دي فكرة عملية لأنك هتقدر تستخدمها على جهزة الجيل الحالي وجهزة الجيل الجديد بدون أي مشكلة غير أن سرعتها أحسن مقارنة بهاردات HDD العادية حل أولا لأن نستعرضه دلوقتي هو SSD 600Q ودي SSD صغير جدا وخفيف بس بيجي بحماية بسيطة جدا في منه مسحات بداية من 240 جيجا لحد 960 جيجا بايت وبيجي بتلات ألوان لون السود والأزرق والأحمر سيره بيتراوح ما بين 45$ حتى 120$ غير ضمان ثلاث سنين زي هاردات HDD الخارجية العادية النسخة اللي معنا بتيجي بمساعة 240 جيجا ولون هاسود وزي ما احنا شايفين مفيش غير حماية بسيطة جدا للصدمة الSD 600Q شكله مميز بخلاف انه وزنه خفيف حوالي 60 جرام الهارد بيجي معه كابل USB 3.2 وبيدعم تركيب على أي مداخل USB قديمة طبعا في فرق كبير بين الهارد الخارجي الـ HDD العادي زي الـ HD 680 وبين الـ SD 600Q وده واضح زي ما احنا شايفين فأكتر الحاجة بتميز الـ SSD بخلاف السرعة انه ممكن يكون فيها حجام أصغر بكتير من الـ HDD العادي جربنا ان احنا نشغل لعبة Red Dead Redemption 2 على الهارد الداخلي لجهاز بلاستيشن 4 برو ونقارى ان الوقت ما بين التحميل بينهم وما بين SD 600Q لقينا ان الفرق حوالي دقيقة كاملة بين الهارد الداخلي الجهاز وبين اللعبة وهي شغالة على SD 600Q ودي حاجة كويسة جدا وبتوطح الفرق ما بين الـ HDD والـ SSD في حال تاني كمان الشركة بتوفره هو الـ SD 700 ده بيكون فيه مستويات حماية اكبر من الـ SD 600Q زي انه ضد المية والصدمات وشيه الوان برضو مختلفة من الـ SD 700 زي الاصفر والاسود ومساحته بتبدأ من 256 جيجا حتى 1 تيرا بايت حنلاقي الـ SD 700 مقارنة بالـ SD 600Q ان الجسم الخارجي من العلمونيوم مش من البلاستيك غير ان حواليه مطات عشان يحميل من المية والصدمات برضو الجزء الخاص بتوصيل USB متغطى بالمطات عشان ما وصلوش اي مية الاضافات دي من الحماية زودت وزن الـ هارد لـ 75 جرام وبردو زي الهاردات الخارجية العادية الـ هارد بيجي بدومان 3 سنين حجم الـ SD 700 اكبر من الـ SD 600Q زي ما احنا شايفين وده عشان طبقت الحماية زيادة اللي برضو زودت ثمنه من 45 دولار الـ 60 دولار جربنا الـ SSD مع العاب على البلشان فور وفر الأداء كان طفيف جدا مقارنة بالـ SD 600Q اي يكن اختيارك من SD 600Q او SD 700 فهو بيعتمد على ميزانياتك والفرقات الموجودة منهم من الحماية والمساحة المهمة بالنسبة لاستخدامك بنصح دائما ان انت تستثمر في مساحات كبيرة زي الـ 480 او 512 جيجا بايت لان حاليا بعض الألعاب مساحاتها تخطط كل الحدود صراحة لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير لو في اي فسأل ممكن تسألنا في الكومنتات لو انت مش مشترك اشترك على القناة تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وشوف في فيديو ديد سلام